السلام عليكم هارون المعمري شاب كان يعمل مهندسا كهربائيا ويعول أسرة من زوجة وطفل وينتظر مولودا ما يزال في بطن أمه لكن مولوده المنتظر ويا للأسف لن يجد أباه حين يصل إلى الحياة فرصاصة جندي في نقطة عسكرية بمحافظة لحج قد أردته قتيلا تقول أسرته أن الجندي أطلق عليه النار دون أسباب وبالرغم من مضي شهرين على مقتله فإن قضيته ما تزال متوقفة بدون استكمال إجراءاتها القانونية قصة هارون المعمري كما يرويها بعض أقاربه في الفيلم التالي نتابعها ومن ثم نعود ما حصل خرقه يتغده إلى مطعم في سائلة بلا بعد أن يردته قام واحد من العناصر بالنقطة العمليات اطلق النار كذا عمدا وسابه بالرأس والله قصته كانت صدمة لنا فقالت صلوبنا قالوا ضربوا علينا بالنقطة قهارون بالرأس أسعفنا وتوفى طيب على إيش قالوا دون أي سبب والله وصلنا الخبر الساعة 12 يوم الأربعة أول يوم من شعبان وصلت كأن حادثة في قلوبنا كلنا يعني لم نكن متوقعين هذا أبدا من الدرجة صدمة أعظم صدمة في حياتي حصلتها بالذات لما قالوا قاتلا عمدا وتمنى من أي إنسان يشوف نحن في الشاشة يذكر هذه الحادثة أنه يخذ لنا حقنا لكي يكون لولو غيره يعني كل القرائم أصبح كل قاتل في قاتل لعني درجة أنه ما نسهل نيرقع عندنا قتل بتاريخ خمسة وعشرين ثلاثة يوم الأربعة الصاعة 12 ظهر 12 ونوط ظهران بعد حما تقدم المطعم قوته راقعين هو القماعة قام أخوه ابن عمي نسيم راح سعفه للمسنع الاسمن سعف أولي ربطوله رأسه بعدين بزوه إلى مستشفى بن خلدون محفظة لحق فعل الطريق وتوفى يعني قتلوا بدون أي سبب بدون أن يتعرض يعني مفتهم ليش القصة علشان إيش كان مهما كان طيب قلت لهم شيء فعلتهم شيء بالنقطة قالوا والله لا قازعين بعسيات بنفس الخط ولا في النياح شيء لا آذى إنسان ولا قزع فوق النقطة ولا ماشي بصيره الطبيعي الخط مزحوم ما شى بإنهن طبيعي أيوه أخو يسوق وهو لكن مع أخوه واحد من القرية راكب قنبو ثلاثة أبوه راكب بلقودي حق السيارة وراء واحد يتقنبوه يعني خمسة لكل دوحة السيارة فهم لا ماشي 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 نصبع السيارة هناك اللقاء العير زي ما قالوا قالوا اضور ضرب حبك ووقف ووقف على قم دار الثاني من قدام وضرب على طول مباشرة ثان ونتمنى من كل إنسان يعني شافه نحن بصرع نحن يتحرى في هذه القضية يوصل للقاتل لكي يكون عبرة لغيره ليس له هاروم لكي يكون عبرة لغيره وهذا الشهيد ما بنقدش ننساوه أبدا كانت زحمة ذات اليوم كان القاتل ما فيش بعدا يقول كلهم يقوتوا للعمد كان الخد مزحوم جدا بالنوضة بعد انقزعن سبع سيارات وهو الثامن بعدهم قالوا دور وشحن الآلي واطلق النار على طول مباشرة برا سعند كده من قدام ليس من الخلف السيارة شاس 84 تحمل رقم فاسل 15 ولا معاهم عمرهم حملوا سلاح كانوا يشتوا يدخلوا في المقاومة وهم ترقوا وهم ترقوا وهم تقولوا ما نشتيش الحرب ما نشتيش نحنا حتى إن شاء الله عيش اللقمة الذي تأكلوها ما نشتيشها غير كذا ما خليتهم مش يدخلوا بهذه الحقيقة أبدا ولا يتمنى أنهم يحملوا سلاح أبدا ما قشفتوش أبدا بيدهم سلاح أبدا غير اللذي قلنا لك إنهم هندس يحمل بانا وتسامس بس والله الأسرة خلي على الله ما يعلم بالله رحمه الرحمن الدوامة زوجته لحد الآن مش مصدق تقول عدو بيرقاء أمه نفس كذا لأنه بثلق الآن وزيدنا شفنا حقوة الصورة بنت يعني ما قدرناش نوريلي كيف صورته معور بيكون التأثير زياد ما نقول لهم على الله نحاول نقنع أهلهم نحاول نقنع أهلهم نحاول نقنع أهلهم من جهتنا والبغي على الله قدر الله ما شاء فعل والله الأم تبكي بشكل دائم والله الأم تبكي بشكل دائم وخواته وزوغته وكلها وضع الضغة وشفت الأنحاء لا تخلى الله والله لا ترقد ولا تنام من حما الحادث لا تنام بحالة ما يعلم بإلا الله قلنا 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 كأنه حادثة ما توقعني ما توقعني أبدا لقد دوخنا وقمنا ودوخنا وقمنا لكن ما سنوي قلنا الحمد والشكر لكن عندما يكون هذا القتل عمدا لا تقدر هذا الكلام أبدا نطالب كل إنسان قلنا نقول لك أي إنسان ضروري أن يحصل القاتل علشان تكون عبرة لغيره لأن أكثر القرائم حصل بهذا الشي يعني يقتلوه كم بيته يقتلوه بأي مكان في الشارع طب هذه يعني ليس قريمة لما يقتل في الشارع هو داخل سيارات بدون أي ذنب أكبر قريمة وأكبر بشق في الحياة يعني ما لنشأ من نعيش لا نحن ولا أولادنا ولا أخواننا ولا أي إنسان جاءت الشريعة الإسلامية لحفظ الدماء وعصمتها وضمن الدستور لكل مواطن حقه في الحياة وحرية التنقل ورتب على انتهاك هذه الحقوق أحكاما وعقوبات سواء كان منتهك هذه الحقوق مسؤولا كبيرا أو لصا مارقا في عصابة خارجة عن القانون لكن هذه الحقوق لم تعد محترمة في أرض الواقع كما هي محترمة في نصوص الدستور والقانون فكثير من جرائم القتل خارج القانون والقتل بدم بارد صارت تحدث على مرءا ومسمعا من السلطات والناس وأحيانا يكون المتهم بارتكاب الجريمة جنديا كانت مهمته حفظ حياة الضحية مشاهدين الكرام حفظ حياة المواطنين واحترام حقوقهم ومهام الأجهزة الأمنية والقضاء وغيرها من مؤسسات إنفاذ القانون موضوع حديثنا مع المحام والناشط الحقوق ياسر المليكي ينضم إلينا من مدينة تعز مرحبا بك معنا سيد ياسر أهلا بك وبساعدة المشاهدين نعم سيد ياسر إذن مواطن قتل على يد جندي في نقطة عسكرية كيف يمكن وصف هذه الجريمة والحادثة ضمن القانون أشكر القناة على فتحها لهذه المواضيع التي تجهلها الكثير من القنوات بالتأكيد أن هذه الحادثة كانت ضمن كثير من الحوادث التي تقع في إطار إما المناطق التي تسيطر عليها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي أو حتى الأطراف العسكرية الأخرى جماعة الحوثي والقوات الحكومية هذه الأحداث غالبا ما تتكرر في خطوط السير وفي هذه الحواجز الأمنية بالتأكيد أن مرتكبه هذا الجندي وفي هذا الحاجز الأمني أو النقطة العسكرية كانت قريمة تستوجب العقاب إما في القانون اليمني أو في القانون الدولي ونحن سيما وأننا نشهد نزاعات مسلحة في كل المحافظات اليمنية بالتالي هذه الجريمة مجرمة في الدستور اليمني والقانون اليمني التي أعطت الحق في الحياة جانبا مهما وامتيازا لا يمكن المساس به بأي حال من الأحوال إلا بحكم قضاء وفي أي قضية ما بالتالي فلا يحق لكائن ما سواء كانت جهة عسكرية أو عصابات مسلحة أو ما شابه أن تنتهك حرمة هذا الإنسان أو هذا الضحية تحت أي ضرف وتحت أي مبرر بالتالي كانت هذه الجريمة أنا أعزي أولا أسرة هذا الضحية الذي لم يكن الأول ولن يكون الأخير في سلسلة هذه الجرائم التي تحدث في هذه الحواجز الأمنية والنقاط العسكرية سيما بين محافظة تعز ومحافظتي عدن ولاحق أو بين محافظة تعز والمناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي هذه الجريمة التي ارتكبها هذا الجندي في هذا الحاجز الأمني بالتأكيد تتحملها هذه الجهة العسكرية إضافة إلى نعم سيد ياسر نعم إذن كما فهمت من كلامك أن هذه الجرائم تتكرر في مناطق سلطة ميليشيات لا وجود للدولة في هذه المناطق بالتالي ما هو الإجراء القانون السليم الذي يتبعه أهل الضحية تجاه الجاني بالتأكيد لا مجال لهؤلاء الضحايا إلا أن يلتجوا أولا إلى السلطات القضائية سواء في المحافظة التي وقعت فيها هذه الجريمة أو يلتجه إلى النائب العام حفظ حقوق الضحايا حفظ حقوق أولياء الدم لا يمكن أن يكون إلا أولا بالاتجاه إلى هذه السلطات القضائية مهما كانت هذه السلطات ضعيفة لا يمكن إلا أن نتمسك فيها مهما كانت هشة بالتالي أنا أنصح هنا أولياء الدم وهالي هذا الضحية وكل الضحايا الذين يسقطون بسبب هذه الحرب أو أي جريمة أخرى أن يتجه إلى القضاء على الأقل أن تتثبت هذه القضية أن يفتح ملف أن يتم السير في الإجراءات الأولية وصماع أولياء الدم وصماع الشهود إن وجدت صحيح أنه لا يمكن في هذه اللحظة أو في هذه الفترة أن يتم القبض على كثير من القناء أو مساءلة الكثير من قادة هذه الوحدات العسكرية وهذه الحواقز الأمنية لكن الخيار الأنسب والطريق الوحيد أو الأسلم لهذه الأسرة وكثير من الأسر أن تتجه إلى القضاء أن تثبت هذه القضية بالتالي أنا أنصح هذه الأسرة وكل الأسرة الأمنية بالالتجاه للقضاء صحيح أن القضاء في وضعه الحالي هشة وكثير من قراراته لا تنفذ على الواقع والسلطات الأمنية مقسمة بين هذه الأطراف العسكرية لكن ليس هناك من بود إلا أن نلتقي إلى هذه الطريقة المثلة للتقاضي والمسالة إضافة إلى أن بالإمكان إذا كان هذا الجندي هناك عدد من الوسائل سيد ياسر إذا كان هذا الجندي ينفذ أوامر وجهت له لربما من قيادته لكن هذه الأوامر غير قانونية مثل الأمر بالقتل بناء على الهوية أو الأمر باستخدام القوى المفرطة كيف يمكن النظر لهذه القضية من هذا الجانب الصحيح أن هذه القريمة هي باعتقادي قد تكون شخصية أو وليدة اللحظة بين هذا الجندي والضحية لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نترك أو أن لا نسائل قادة هذا الحاجز الأمني قادة هذه الوحدة الأمنية والعسكرية خصوصا نعم أكمل سيد ياسر نعم خصوصا إذا ما كان هناك تراخي من قادة هذه الوحدات الأمنية والعسكرية أو تواطئ أو أحداث سابقة توضح أن هذه القرائم ممنهجة وخصوصا أن نشهد كثير من الحوادث التي تتعلق إما بالاختطاف أو التعذيب أو حتى منع الترقل في هذه الطرق وبالتالي فباعتقادي أن ما تشهده هذه الحوادث الأمنية هي جرائم ممنهجة وقد هؤلاء القناة قادة لا يمكن أن يسائلوهم وقدوا تواطئ من قادة هذه الوحدات الأمنية والعسكرية بالتالي فإن قادة هذه الوحدات الأمنية والعسكرية هم مسؤولين مسؤولية مباشرة عن كل هذه القرائم خصوصا أن كثير من الحوادث يغض الطرف تغض هذه الوحدات الأسكرية الطرف عن هؤلاء القناة بل وتتواطأ في عدم تسريمه بالتالي فأنا أستطيع أن نقول أن هذه جرائم ممنهجة حدثت أولا بفعل القاني ثم بتواطئ أو بأوامر أو بكثير من الريبة من هؤلاء القادة وقادة الوحدات الأمنية والعسكرية بالتالي فوفقا لظروف الحرب التي تشهدها المحافظات اليمنية فكل قادة الوحدات الأمنية والعسكرية التي ترتكب قرائم في نطاق سيطرتهم هم مسؤولون عن هذه القرائم لأن باستطاعتهم أن يوجهوا بأن لا ترتكب مثل هذه القرائم وباستطاعتهم محاسبة أو تسريم هؤلاء القناة إلى السلطات المختصة بالتالي من هي الجهة المختصة سيد ياسر بملاحقة هؤلاء الجناء هناك العديد من القضايا التي يقوم فيها الجانب الفرار بالتالي من هي الجهة المعنية بإلقاء القبض عليه وتسليمه للعدالة صحيح أن هذه الوحدات الأمنية والعسكرية منقسمة على بعضها في أغلب المحافظات اليمنية بالتالي فليس هناك كيان واحد نستطيع أن نعول عليه أو شرطة عسكرية تتبع هؤلاء الوحدات الأمنية والعسكرية باستطاعتهم أو نستطيع أن نلزمها ونضغط عليها للقبض على هؤلاء القناة باعتبار أن هناك وحدة اسمها شرطة عسكرية هي المختصة بالقبض على كل القنود والأفراد والضباط الذين يمارسون هذه القرائم لكن للأسف نحن نشهد حالة حرب هذه الوحدات الأمنية والعسكرية منقسمة على بعضها وليس هناك من مجال غير أن نلتق إلى القضاء هذا السبيل الأول إضافة إلى أن هناك وسائل أخرى وهي اللقنة الوطنية للتحقيق في الدعاءة الانتهاكات حقوق الإنسان هذه لقنة حكومية وهي من وسائل تحقيق العدالة في هذه اللحظة على الأقل دورها جمع الأدلة وصماع الشهود إضافة إلى المنظمات المحلية والدولية وفرق القبراء المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها كل أطراف النزاع المسلح بالتالي فإن كثير من الوسائل في هذه اللحظة أستطيع أن نقول أنها تحفظ حقوق الضحايا إلى حين تبنى مؤسسات قضائية باستطاعتها أن تقاضي أو تسائل كل هؤلاء القناة نعم من خلال كلامك سيد ياسر هذه الوحدات المنقسمة وربما متعددة الولاءات ما مدى مشروعيتها وكيف يتعامل الناس يفترض بهم التعامل معها إذا نظرنا من وجهة نظر قانونية فبالتأكيد أن كل هذه الوحدات التي لا تخضع للقوات الحكومية هي قوات لا يمكن القول أنها شرعية ولا تمتلك المشروعية إذا عدنا إلى القانون الدول الإنساني وقانون حقوق الإنسان هذه القوات هي سلطات أمر واقع باعتبارها تسيطر على مساحات من الأرض على السكان لديها قادة عسكريون بالتالي فإن هذه الوحدات العسكرية هذه الوحدات الأمنية مسؤولية مسؤولية أخلاقيا ومسؤولة بموجب القانون الدول الإنساني عن كل القرائم التي ترتكب في نطاق سيطرتها صحيح أن هذه الوحدات ليست مشروعة ولا تمتلك القبول والصفاء القانونية والدستورية على الأقل في الدستور اليمني لكن هذه الوحدات مسؤولة بموجب القانون الدول الإنساني هذه الوحدات مسؤولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان عن كل القرائم وبالتالي من حق كل ضحية أن يسائل هؤلاء الجناء أن يسائل قادتهم أن يسائل كل قادة هذه الوحدات عن كل ما ارتكبوا عن كل الممارسات التي يرتكبونها في إطار أو مناطق سيطرتهم نعم سيد ياسر هناك من يعتقد أن إجراءات محاكمة الجند المتهم بارتكاب جريمة أثناء عمله تختلف عن محاكمة الشخص العادي المتهم بقضية مماثلة برأيك هل هذا الاعتقاد صائب؟ هل تختلف فعلا المحاكمة؟ بالتأكيد أن هذه الجريمة هي جريمة قتل صحيح أن العقاب لا يختلف سواء كان مرتكب هذه الجريمة جندي أو مدني أو أي كان من الفئات الأخرى لكن هناك ما يمكن أن نقول عنه أن قانون القرائم العسكرية يحاكم العسكريين الذين يرتكبون القرائم ضد عسكريين آخرين وفي مواقع عسكرية أما هذه الجريمة أستطيع أن نقول أن القهة القضائية المختصة هي القضاء العادي باعتبار أن الضحية هو مدني وبالتالي فإن القضاء العادي هو من نحق له مساءلة هذا الجندي أما بالنسبة للعقوبة فلا تختلف العقوبة سواء كان القضاء عسكري أو مدني فالعقوبة هي نفسها سواء كانت في القاتل أو التعذيب أو الاختطاف أو أي جريمة من القرائم الأخرى نعم نعود للحديث عن أهل الضحية وأهل هؤلاء الضحايا ما الذي يجب عليهم فعله لحفظ دماء هذه الضحية وبالتالي الحصول على حقوقهم ونيل القصاص من القاتل صحيح كان لقوهم أولا إلى وسائل الإعلام هي وسيلة مهمة لإظهار قضيتهم لإظهار هذه البشاعة التي ارتكبت ضدهم لكن اللقو إلى وسائل الإعلام ليس الوسيلة الكافية لأخذ حقوقهم أنا أنصحهم أولا بالالتقاء إلى النائب العام بتقديم الشكوى إليه في هؤلاء الجناء الذين مارسوا هذه القريمة ضد هذا الضحية أن يلتقوا إلى النيابة العامة في محافظة لاحق التي ارتكبت هذه القريمة في نطاق سيطرتها لا يمكن للنيابة العامة أن تتهرب من قريمة وقعت في نطاق سيطرتها صحيح كما قلت أن القضاء يسير في وضع هاش ووضع أمني مختل كثير من البلو التحتية ليست متوفرة لهذا القضاء لكن فتح ملف قضية وصماع الأدلة وصماع الشكوى هي مقدمة لحفظ حقوق هؤلاء الضحايا كل هؤلاء الضحايا بالتالي فإن الوسيلة المثلة أمام أولياء دم هذا القتيل أن يتجهوا إلى النيابة العامة أن يمارسوا الضغط الشعبي أن يمارسوا الوقفات الاحتجاجية الوسائل الإعلام الأخرى الضغط الذي تمارسوا وسائل الإعلام على هذه الوحدات الأمنية من أجل الإلقاء القبض على هذا القانب الذي ارتكب هذه القريمة هذه الوسائل التي يمكن أن يلتقي إليها أسرة هؤلاء هذا الضحية في هذه اللحظة نعم بالحديث عن الجاني وإقدامه على ارتكاب مثل هذه الجريمة إذا ما عدنا إلى أساس هذه المشكلة والخلل أين يكمن؟ هل في مدارس الشرطة التي يتلقون فيها التدريبات أو في القسم الذي يدلونه بعد أن يتسلمون الرتب لا نعلم أين يكمن الخلل؟ برأيك أين يكمن؟ نحن في وضع حرب لا أعتقد أن هؤلاء الجنود الذين تجندوا في ليلة وضحاها قد تلقوا التدريبات الكافية أو قد أدوا القسم الشرطوي هؤلاء الجنود دخلوا إلى المعارك القتال ومن ثم مسك بعضهم هذه الحوارز الأمنية أو نقاط التفتيش ليس لدى هؤلاء الجنود أي خبرة ليس لديهم من الانضباط ما يكفي لمعاقبتهم وما يكفي لإلزامهم بكل التوجيهات إضافة إلى أننا نشهد وحدات أمنية مفككة سواء قوات حكومية أو قوات الأحزمة الأمنية في الجنوب أو حتى جماعة الحودي كل هؤلاء الأفراد تم قلبهم في ليلة وضحاها لم يتم تدريبهم لا يتلقوا التوجيهات المناسبة لاحترام آدمية الإنسان لاحترام حق الإنسان في المرور في التنقل في أن لا تنتهك إنسانيته وكرامته هؤلاء الجنود بحاجة إلى التأهيل بحاجة إلى تدريب بحاجة إلى تفقيف بحاجة أيضا قادت هؤلاء الجنود وهذه الوحدات الأمنية والعسكرية هم بحاجة إلى إعادة تفقيف وتدريب وكل ما يتعلق بالعمل الشرطوي أو العسكري صحيح أن هؤلاء قاتلوا لكن هل تعتقد أن هذا ما ذكرته وعلمهم بحيثيات هذه المهنة والمهام الملقاة إليهم هل ستخفف من جرم ما ارتكبوه من جرائم وعدم التزامهم بالقانون إذا كان لديهم من التفقيف العالي والتدريب والالتزام ستقل حدة هذه الجرائم بشكل كبير أنا أثق بذلك إضافة إلى أن الأوباء العلمية الهشية لكن حدثت مثل هذه الجريمة هل تعتقد أن هذه الجريمة ستكون بنظر المجتمع مخاففة لعدم دراية هؤلاء الجنود بما ارتكبوه هل يعقل ليس هذا السبب هو الوحيد بالتأكيد هناك سبب آخر وهو أن هؤلاء الجنود يدركون وهم يفعلون أو يرتكبون هذه الجريمة أن لا أحد سيطالهم أو سيعاقبهم هم يدركون أن الأدوات أو مؤسسات العدالة ومؤسسات المساءلة غائبة في هذه اللحظة لذلك هم في حل من هذه القرائم أثناء ارتكابها هم يدركون أن لا يمكن أن تطالهم العدالة خصوصاً مع هذا الوضع الأمني والعسكري الهش في كل المحافظات اليمنية رسالة توجيهها لهؤلاء الجنات القتلى رسالة إلى قادة الوحدات الأمنية والعسكرية في كل المحافظات اليمنية والمنتمين لكل الأطراف أن يلتزموا بسلوك أولاً سلوك وتقاليد وأعراف اليمنيين في التعامل مع اليمنيين إضافة إلى الالتزام بأخلاقيات الحرب أخلاقيات القانون الدولي الإنساني أخلاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان في عدم التعدي على الآخرين في التعامل مع الإنسان بما يحفظ كرامته أتمنى منهم أن يقرأوا نصوص القانون اليمني الذي هم يعترفون به تعترف به كل الأطراف هذا القانون الذي قرم كل الاعتداء على الإنسان على حياته على حقيق التنقل على كرامته على كل ما يتعلق بهذا الإنسان فهو مقرم الاعتداء عليه إلا بأوامر قضائية أو بحكم قضائي نعم العدالة لابد أن تأخذ مجراها نكتفي بهذا القدر المحامي والناشط الحقوق ياسر المليكي كنت معي من مدينة تعز شكراً جزيلاً لك مشاهدين الكرام انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أسرة المهندس هارون المعمري تم الرصد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر